نروح لأخبارنا وأكيد أخبارنا هنبدأ بالنادي الأهلي طبعا أعلن موسيماني للقايمة الفريق إن شاء الله اللي هتخود مباراة السنودي ببكرة إن شاء الله على إستاذ الأهلي والسلام طبعا في زهاب دور الـ 32 من أبطال أفريق القايمة كالتالي علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شبير حراست المرمى أحمد رمضان بيكم محمد شوكري أحمد نبيل كوكا سعد سمير ياسر إبراهيم محمود كهربا حمد فتحي محمد شريف وليد سليمان أيمن أشرف بدري بنون أليو ديانج طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشا نقول له حمد الله على السلامة علي معلول أحمد ياسر ريان أكرم توفيق كمان بنقول له حمد الله على السلامة دي القايمة إن شاء الله قايمة الفرق بإذن الله هتخود مباراة بكرة أمام السنودي إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق قايمة على مستوى عالي يرجع بعض اللعيبة اللي كانت مصابة بكورونا إن شاء الله يعني النادي الأهلي يوفق بكرة ويعمل نتيجة وأداء زي ما قلتلك يشرف النادي الأهلي ويكون جرز انزار لكل الفرق في بطولة أفريقيا إن شاء الله طيب دي من الأخبار الإيجابية الحمد لله من الأخبار الإيجابية إن احنا النهاردة خلاص عندنا يعني كهرباء جاهز اكتملت جاهزيته بالفعل وطبعا ده بعد ما تعافى من الإصابة بالكورونا النهاردة كمان يمكن شارك في الميران زي ما انتم شايفينه بشكل قوي جدا ومعه بطل القضية ممكن أفشة وأكرم توفيق ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي النهاردة بيشاركوا في الميران الجماعي اللي كان العصر النهاردة على التيتش بعد تحول نتيجة المسحة الطبية ليهم من إيجابية لسلبية الحمد لله تتمنى طبعا الشفاء لكل يعني من أصيب بهذا الفيروس ودايما بنشد التاني وبنكرر أنه يعني جائحة لعينة ولازم كلنا نتبع الإجراءات الوقائية يا جماعة والنهاردة يمكن برضو بفكركم تاني أن النهاردة بيتم تطبيق الغرامة الفورية لكل من لم يلتزم بارتداء الكمامة أي حد مش لابس الكمامة هتطبق عليه غرامة طبعا يعني قيمتها 50 جنيه ومش عارفين يعني حتى لو ما فيش طبعا عدم التزام بالإجراءات ديت ممكن طبعا الإجراءات ديت تشدد فيما بعد كل واحد تحمي نفسك في الأول في الآخر يعني يحمي نفسه ويحمي عائلته ويحمي كل الحوالي يعني أنا متفائل دايما وإن شاء الله بإذن الله 20-21 إن شاء الله تكون فيها حل كبير إن شاء الله لهذه الجائحة بإذن الله يا رب إن شاء الله النهاردة كمان من خلال استعدادات النادي الأهلي لمباراة بكرة كان فيه اجتماع الفني لمباراة طبعا نادي الأهلي وسنديب الاجتماع كان في مقر نادي الجزيرة مقر النادي في الجزيرة وبحضور الكابتن سمير عالي طبعا المدير الإداري للفريق ومحمد أسامة ورامي بكر ورقفة إبراهيم دول إدارية الفريق وكمان العميد علاء صلاح مدير أمن النادي ومسؤول اللجنة طبعا التبية بالكاف مسؤولي نادي سونديب وعد طبعا وعدت من قيادات الأمنية وحكم المنصق أو الحكم ومنصق المباراة الاجتماع طبعا أصبر على الاجتماع الفني أصبر على الاتفاق على ارتداء النادي الأهلي القميس الأحمر والشرط الأبيض والشراب الأحمر كالعادة فيما يرتدي طبعا الحارس الزي الأصفر من المقرر أن يرتدي طبعا فريق سونديب الأميس الأزرق والشرط الأزرق والشراب الأبيض بينما طبعا حارس سونديب حيرتدي الزي الرمادي خلال الاجتماعات أكيد تم الاتفاع على موعد وصول الفرقين زي متعودين دايما الفرق بتوصل بساعة ونص قبل المباراة ده البروتوكول العادي للمباراة الأفريقية طبعا التزام تطبيق الدوابط والإجراءات المتبعة طبياً قبل المباراة وصول الفرقين قبلها بساعة ونص الإجراءات الاحترازية إن شاء الله المباراة بكرة الساعة سبعة بستادي الأهلي والسلام وإن شاء الله نتمنى التوفيق بإذن الله أولا نتمنى إن شاء الله سلامة كل اللاعبين وبنقول للعيبة اللي رجعت من فيروس كورونا حمد الله على السلامة وكمان بنقول إن شاء الله بكرة تاني بقرر مباراة إن شاء الله يعني مباراة إن شاء الله تكون بشكل جيد على المستوى الفني نفسنا يكون الأداء كويس نفسنا نشوف كمان عدد أهداف كبير لأن ده مهم جدا مهم جدا ليه؟ لأن ان شاء الله لما الأهل يكسب بعدد كبير كل النتائج دي بتزعى على القررة الأفريقية فده بيقول أن الأهلي لا موجود عندنا سكاود محترم عندنا لعيبة إن شاء الله عندها إصرار لمشوار طويل طبعا المشوار لسه طويل جدا وصلنا لدور المجموعات إن شاء الله لكن مشوار طويل لكن البداية دايما بتكون إن شاء الله لازم تكون بداية قوية إن شاء الله بإذن الله والنادي الأهلي وفريقنا قادر على أنه يحقى نتيجة إيجابية بإذن الله بكرة يا رب ويبدأ المشوار الجهاز الفني النهاردة للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقادة بيتسو مسماني النهاردة كان فيه جلسة عقدها مع الدكتور أحمد أبو عبلة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قبل ما انطلق ميران الفريق النهاردة زي مقولنا لحضراتكم النهاردة العصري كان التمرينة دي النهاردة الجلسة كانت بتشهد لاتمقنان على اللعيبة سواء المصابين أي لعيبة أخرى كانوا بيتكلموا طبعا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لكورونا حفاظا على سلامة الجميع وكمان النهاردة كان متواجد طبعا أبو عبلة مهاجم الفريق اللي انضم من الجونة بعائد أربع سنوات انتظم النهاردة في التدريبات الجماعية للفريق اللي أقيمت النهاردة بعد الدور على ملعب التتش بالجزيرة أبو عبلة كمان خد جزء كبير من التدريبات البدنية وعلى هامش المران الجماعي للفريق بيجهزوا طبعا مسلماني للمشاركة في التدريبات الجماعية وكمان أعلن النادي الآلي التعاقد زي ما احنا عارفين مع أبو عبلة مدة أربع سنوات طبعا جاي من نادي الجونة وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق